تحديد الهدف وإدارة الزيت في البداية فيه كذا سؤال عايزك تجاوب عليهم هل انت لما بتصحى بيكون عندك هدف معين عايز تحققه؟ طب هل كل اسبوع بتراجع وتشوف الانجازات اللي حققتها وعلى النطاق أوصع شوية مين فينا بيشوفه وحقق انجازات قد ايه كل سنة؟ نادرة لما نلاقي حد بيعمل ده تعال نتكلم شوية عن تحديد الاهداف اهم حاجة هي تحديد الهدف لانه هو اساس النجاح طب ايه الاهداف اللي انا حددها؟ فيه اهداف قصيرة المدى زي الاهداف اللي ناويت حققها في يومك وفيه متوسط المدى زي اهداف الاسبوع والشهر وفيه اهداف بعيدة المدى زي اهداف السنة والمستقبل واهم حاجة لازم التخطيط الجيل طب هل الاهداف ليه خصائص عشان تكون اهداف زكية؟ في الحقيقة ايوة هدفك لازم يبقى واضح الهدف مثلا انك هتعلم جرافيك او هتتعلم لغة تاني هدفك يبقى محدد هدف انك يبقى عندك فراري خلال سنقتين مثلا فخليك واقع كده وانت بتحدده وعلشان تعمل كده لازم يكون عندك تركيز وتحدي وسكة بالنفس طيب هكسب السكة بالنفس دي ازاي؟ بيكون عندك قدر جاد من المعلومات العامة القدرة على التعديل وتصحيح المصور يعني لما تكتشف بعد ما تمشي خطوة او اتنين انك في مصور غلط او في خطوة غلط ترجع تاني وتصحح مصورك مش تيئس تسمع للاجابيات وتبعد عن السلبيات لازم بقى تحدد مهامك واولوياتك من حيث المهم والعاجل على حسب مصفوفة ايزنهاور زي ما تكلمنا عنها قبل كده وبكده تكون عملت اول خط بعد كده نيجي الالية او استفعامل الوضع الاهداف واكتر حاجة مناسبة هي الخريطة الزهنية بتساعدك في تحديد اهدافك والاهداف الفراعية والاهداف المرحلية وكل خطوة بتوصلك لخطوة اللي بعدها كمان انت كشخص لازم تحدد ايه الوقت اللي بيكون مستوى الطاقة عندك اعلى ما يمكن الوقت اللي تقدر تنجز به اكتر مهامك واهدافك وبعد كده نيجي لجدوالة المهام المهام اللي في الخريطة دي هنعمل بيها جدوال محدد بزمن هنعمل جدوالة عكسية يعني ايه جدوالة عكسية اصلا الاول ممكن تعمل الجدول ده على اكسيل او جوجل شيت او لو محتاجي حاجة جهزة ممكن تستخدم جوجل كالندر او استغناء عن كل ده واستخدم ورقة والقلم ابدأ اكتب اي حاجة هتعملها غير المهام اللي عندك زي اوقات الصلاة الاكل او وقت المواصلات لو بتستخدمها في يومك هتلاقي فراغات لسه موجودة دي بقى الاوقات المتاحة لك انك تنفز المهام بتاعتك ويفضل انك تنفزها خلال جلسات نص ساعة وروحها خمس دقائق بتقنية البوم ودورو بتساعدك في التركيز وتقليل التسويق بيبقى عندك مهام مش مهم انت اللي تعملها ومطلوبة منك ودي ممكن تفوضها ومن هنا ننتقل الى التفويد يعني ايه التفويد انك تفوض المهام اللي فيها ضغوطات ومش مهمة لشخص تاني يقدر يساعدك فيها بطريقة اسهل بس تلازم نختار الشخص الصح طيب هو علشان افوض للشخص ده لازم يكون عندي مهارة التواصل طيب ايه عناصر التواصل المرسل وده اللي هو انت المستقبل ده اللي هيساعدك الرسالة ودي اهم حاجة علشان تعرف تتواصل معي فعلشان كده لازم ترتب افكارك ترتيب منطق طيب وديها تعملها ازاي عن طريق سبع خطوات الموضوع الرسالة اكتب الافكار على شكل النقاط ارجع رتب الافكار دي على شكل ارقام المواد المسندة زي صورة او فيديو او مقال كتابة الرسالة والعنوان وكمان انت لازم تكون عندك القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات لما يكون في مشكلة تجيب ليها كذا حل وتشوف ايجابيات وسلبيات كل حل وبعد كده تقرر الحل الانسب ليه واكتر مشكلة بقى بتواجهنا كلنا يا قلة وهي التسويف طب ازاي تخطي التسويف ده اتعلم انك تبدأ مش مهم هتنتهي امتى انك تركز على النهاية وقد ايه محتاجة جهد ووقت هتفضل تأجل فيها ومش هتبدأ ابدأ بفكرة انك تشتغل عليها مدة بس من الوقت يعني نص ساعة وارتاح وبعدين كمل وهي كذا يوم ورا التاني هتلاقي نفسك انجزت فيها وهتحس انها مش صعبة للدرجة اللي كنت متخيلها تالي حاجة هنقسم المهام الى اجزاء بسيطة وده هيساعدك جدا في انجزها تالت حاجة سامح نفسك فيه فرق بين التساول والتسامح التسامح ان انت معترف بالغلط ده لكن من غير السمح لندم انه يسيبك بالعجز كلنا بشر وطبيع بنغلط ولكن الشاطر ليقوم تاني وما يستسلمش مش مطالبين ان احنا نتخلص من التسويف بنسبة 100% وإلا ده يوقعنا في فخ المثالية وطلب الكمال الهدف هو كسر عادة التسويف ونيجي بقى الاخر واهم حاجة هي خطوات عملية التنفيذ جاهز خطة عمل شخصية تفصيلية وحدد فيها اهداف بعيدة المدى وخطة تنفيذية امشي عليها التواصل مع الايجابيين والبعد عن المحبطين تماما واهم حاجة لازم يكون عندك موعد دوي للمراجعة وتخصص الوقت ده زي انك تراجع مهامك اللي انجزتها اخر اليوم او اخر الاسبوع مثلا وتشوف التعديلات وبكده نكون وصلنا للنهاية لو محتاج تدعمك اكتر في تحديد الاهداف وادارة الزيت هنسيب لك لينك كورس مجاني في الديسكريبشن